وتابعي مصراوي أهلا بكم معكم أحمد السعداوي من قطاع الأخبار بموقع مصراوي هنتكلم عن تطوير الطريق الدائري وتوسعته والطريق بيشهد بالفعل ملحمة كبرى من خلال الانشاءات التي تتم عليه وهنتكلم عن اوتوبيس الترددي واللي تم بشأنه خلال الفترة الأخيرة وهل بالفعل زي ما تقال أنه هيتم منع المخلوقات من السر عليه كل ده هنعرفه بس هنرجع بالزاكرة الورى شوية من عام كده تقريبا تفقد وزير النقل يرافقه محافظة قائرة والجيزة مشروع توسعت وتطوير الطريق الدائري حيث تفقده أماكن مواقف المقرباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري وقال كمان ساعتها وزير النقل أنه بالفعل بيتم إنشاء طريق سطحي بجوار الطريق الدائري كل ده بيتم بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات وقال أنه بجوار ده هيتم الربط مع مشروع محطات الوتوبيس الترددي السريع البي ار تي التي يتم إنشاءها حاليا ويكون الغرض من كل هذا القضاء نهائيا وتماما على المواقف العشوائية على الطريق الدائري اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري كشف لنا تفاصيل تطوير المرحلة التانية من الطريق الدائري وقال إنها بتشمل حوالي 34 كيلو متر تقريبا تمتد من الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي بتكلفة حوالي 25 مليار جنيه وقال إن المرحلة ديت هتستغرق نحو عامين مليين بيتم خلالها إنشاء عدد ضخم من الكباري بتاخد مشروع تطوير الطريق الدائري وبتسهل ربطه ما بينه وبين اللواء الطرق والمحاور على الطريق الدائري وقال إن بيتم إنشاء محطات شحن على الطريق الدائري هتكون خاصة بالكتوبسات الترددية فقط وقال إن المرحلة التانية من أعمال التطوير تمتد بطول 34 كيلو مترا زي ما قلنا وإن التطوير يسمى إنشاء محطات شحن والتصريح الأهم الوزير لرئيس الهاية العامة للطرق الكباري كان بيخص إن بمجرد تشغيل الطريق الدائري مع الإوتوبيس الترددية الجديد وإنشاء محطات الشحن كل ده هيعمل نقلة نوعية غير مسبوكة في الحركة المرورية وقضاء على المواقف العشوائية تماما على الطريق الدائري طب ده هيتم إمتى والإوتوبيس الترددية وقت تشغيله هيكون إمتى ضياء دي مصطفى رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري تحدث عن موعد منع سير المقرباص على الطريق الدائري قال إن الأصل في الأمر هو توفير البديل المناسب صديق البيئة قبل ما نقول إحنا نمنع المقرباص من إن نمشي على الدائري طب إذا تم منع المقرباص من السير على الطريق الدائري إيه البديل اللي يكون موجود للمقرباص في الوقت ده رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري قال إن بيتم إنشاء طريق خدمة سطحي أسفل الطريق الدائري بجوار محطات الإوتوبيسات الترددية هيخدم على الإوتوبيسات الترددية بحيث نقل المواطني إليها يعني كده هيكون في بديل للمقرباص البديل ده هيكون الطريق السطحي أسفل الطريق الدائري يتم العمل عليه فعليا في الوقت الحالي وبكده هيكون معنا حوالي 36 مرحلة 36 محطة من الإوتوبيسات الترددية هيتم الانتهاء منها بالفعل في شهر يونيو 2024 وهيكون منع سير المقرباص على الطريق الدائري في يونيو 2024 والبديل هيكون زي ما قلنا الطريق السطحي الخدمي بجوار الطريق الدائري ورئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري قال تصريح مهم أن المحطات غالبيتها نوعية ولكن توجد حوالي ثماني محطات غير نمطية غير نمطية إزاي يعني وضح رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري أنها تختلف في طريقة إنشاءها عن المحطات العادية سواء العلوية أو النفقية المتعرف عليهم الخلاصة أن تطوير الطريق الدائري يتم بصورة متكاملة ليس مجرد توسعة الطريق فقط ولكنه يتم إنشاء أو يضم المشروع محطات الإوتوبيس الترددي ويضم أيضا محطات شحني والطريق الخدمة السطحي ومواقف السيرفيس التي يتم إنشاءها بجوار الطريق الدائري على الطريق الخدمة السطحي زي ما قلنا بطول الطريق الدائري حوالي القاهرة الكبرى وبكده أن يكون عرضنا لحضراتكم كل ما يخص تطوير الطريق الدائري اللي تم خلال الفترة الماضية وما يستجد خلال الفترة المقبلة سيتم ترحو على حضراتكم عبر تحليل والدراسة